اشتركوا في القناة رخصة استثنائية ليكون بذلك المصنع الوحيد لإنتاج مادة الشوكولاتة بهذه الولاية المصنع بدينا في البداية من سنة 1913 يومنا هذا كان فيه تعراقيل وكان فيه ياسر أمور ومبيق عرار من سيد رئيس الجمهورية وتطبيقا له من طرف سيد ولي بولاية الجلفة سيد عمار بن ساد يعني في ظرف قصير جدا جدا كمنا كامل عرقيل تحديناها ومشا له زين درنا لزيسي والحمد لله ومشا على كل الحال مماروخ استثنائية دينها المطابقة والسباغاي دين كل شيء الحق الحمد لله من طرف سيد الولي هذا كان وقف على قرارات سيد رئيس الجمهورية المصنع يتوفر على معدات وتكنولوجيات حديثة لإنتاج هذه المادة حيث سيوفر 165 منصب الشغل أين يعاول عليه كثيرا شباب بلدية حاسي باحباح لتشغيلهم خصوصا وأنه يسطر برنامجا لتأسيس وحدة انتاجية أخرى خاصة بالبسكويت التي تنتظر منح أرضية توسعية لبداية إنشائها قلت المصنع يستوعب 165 عامل في طروازي كيب بس كنا خدمو طروازي كيب ما وإنما من البداية نبدأ في إنساء لكيب أبريهم وان زيدو دوزيام أبريهم وان زيدو طروازيام يكيب دونك طروازيام ويكون المصنع يخدم مصنع يخدم بانتكات سير بانتكات إن شاء الله على ربي المنتوج تعه عالمي عالميا قبل ما نبدأه حتى دراسنا قاعد وش كاين في المرشي وش كاين في المصنع الأخرين واخدم الأحناية